الصحة الجسدية والنفسية للصيادين والبحارة في قلب اهتمامات أشغال الدورة السابعة للمؤتمر الوطني للطب البحري والغاية الأساسية من هذا المؤتمر بحث وتبادل الخبرات في مجال تحصين الطب البحري لفائدة العامين في البحر دورة هذه السنة تعرف مشاركة مجموعة من الخبراء المغربة والأجانب في ميدان الطب البحري وقد اخترنا في هذه الدورة أن نقوم بتكريم الجمعية الإسبانية للطب البحري ودعوتها كضيف شرف لمؤتمرنا هذا بالمناسبة تم التوقيع على اتفاقيتين الشراكة حول الطب البحري وحماية الصحة وسلامة رجال البحر الأولى بين الجمعية المغربية للطب البحري والجمعية الإسبانية للطب البحري والثانية بين الجمعية المغربية للطب البحري وقطاع الصيد البحري وذلك من أجل ارتقاء منظومة صحية والطبية لفائدة البحر وهذا يدخل في إطار سراتيجية اليوتيس التي تنهجها الوزارة وصية على القطاع هذا اللقاء يعد فرصة سانحة من أجل تعزيز فرص التعاون العلمي والتقني في مجال الطب البحري اللقاء شكل فرصة لمناقشة مواضيع متعلقة أساسا بحوادث الشغل التي يتعرض لها البحار الصيادون بالمغرب والوقاية من حوادث البحر وغيرها وذلك بهدف تحصين ظروف العمل على متن سفون الصيد